أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بعد شهر على نيل ثقتها من البرلمان تنهي حكومة السودان إعداد كابيناتها الوزرية بكامل فريقها جلسة مجلس النواب منحت الثقة المطلقة لبنغين عبدالاريكاني وزيرا للإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ونزار محمد سعيد أميدي وزيرا للبيئة آخر وزارتين في الحكومة ذهبتا إلى نصيب كل من الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني وشغل نزار محمد سعيد منصبا مديرا لمكاتب رؤساء الجمهورية منذ رئاسة الراحل جلال الطالباني وحتى رئيس الحليل طيف رشيد كما عمل ممثلا لرئاسة الجمهورية في مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للأمن الوطني وعضوا في كل من اللجنة الوزارية للحفاظ على الأهوار والوفد الرئاسي لقمة المناخ في باريس وعمل سعيد مديرا لمكتب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني في الفترة بين عام 1998 و2003 بعد أن بدأ عضوا له منذ عام 1994 أما بنجين ريكاني شغل منصب وزير الإعمار والإسكان والبلديات في الفترة ما بين 2018 و2020 ووزير العدل بالوكالة أنذاك كما عمل بمنصب وكيل وزارة النقل في الفترة بين 2007 و2015 ورئيسا للجان تسهيل النقل بين العراق ودول المنطقة ومنها لجنة الأسكوا وممثل العراق في أغلب لجان التجارة والنقل والطرق الدولية وفي الجلسة التي خصصت لمناقشة عدد من القوانين تصدرها حملة جمع التوقيع لسحب قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي من التصويت لما فيه من فقرات رأى برلمانيون أنها سبب في تقييد الحريات المكفولة دستوريا إذ أجمع بعضهم على ضرورة تعديل القانون حراك برلماني تقابله عاصفة في التغييرات للمناصب التي أحدثها رئيس الحكومة بما تقرأ في أوصات سياسية على أنها قد تكون نهجا لتحقيق الحكومة وعودها التي ذكرتها في منهاجها الوزري فيما يعلق آخرون على أنها سابقة من نوعها في أرقام التعيينات التي ترفع حجم الترقب والتقييم للحكومة بكابنتها الكاملة تجاه معرفة ما إذا كانت ستحقق احتياجات البلد السياسية والاقتصادية والأمنية أم ستكون العوائق أكبر من مسألة تغييرات وتعيينات ومناصب وزارية